موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي تلفزيون حضراموت في برنامجكم الصحي 10 دقائق صحة اليوم نتحدث عن صيام الأطفال ومتى يسمح للأطفال بالصيام وأيضا ما هي النصائح التي عليه اتباعها وما هو العمر المناسب للبدء في الصيام والإجابة هي دائما بأن الأهل هم من يعلمون أكثر عن قدرات الطفل وهم من يحددون له نظام الصيام مع المتابعة الحتيثة للطفل وهناك مسموح وممنوع في صوم الأطفال حيث ينصح بأن يبدأ الطفل بالصيام بعد سن العشر سنوات لكن مع مراعاة التدابير والخطوات المتعلقة بالصوم حيث يجب مراعاة حالة الطفل الصحية والنفسية لذلك ينصح باستشارة طبيب الأطفال طبعا طبيب الأطفال باستطاعته تحديد إمكانية صيام الأطفال كما يمنع صيام الأطفال في الحالات التالية أولا الأطفال صغار السن أي الأقل من عشر سنوات إذ أن الأمر قد يؤثر على نموهم الطبيعي وثانيا الأطفال الذين يعانون من الأمراض مثل فقر الدم، مرض سكرية الأطفال، والوزن المنخفض مع فقدان الشهية ما يهم حقا في صيام الأطفال فوق العشر سنوات هو الاهتمام بتغذية الطفل الصائم من حيث ترتيب الوجبات والتنويع في الأغذية المفيدة والتي تسد كافة احتياجات الطفل وبشكل أساسي يجب مراعاة التوصيات التالية أولا عدم تأخير وجبة الإفطار والبدء بإطاء الطفل حبتين من التمر أو كأس من العصير للإفطار وثانيا شرب الماء بكميات كافية لتعويض ما فقد الطفل من سوائل ثالثا تجنب الأطعمة التي تحتوي على البهارات والأطعمة المالحة التي قد تزيد من العطش رابعا استبدال الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات بالفواكه أو الأرز بالحليب أو الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الطفل خامسا تجنب المقالي والأغذية الدسمة والتي قد تكون ثقيلة على المعدة بل وتسبب عسرا في الهضب أما عن سحور الأطفال فيجب عندها تحضير وجبة السحور مراعاة الأمور التالية يفضل تأخير وجبة السحور قدر الإمكان لتكون قريبة من موعد بدء الصوم لكي يساعد الطفل على الصوم في نهار رمضان كما ينصح بأن تشمل وجبة السحور جميع مجموعات الغذاء وبشكل خاص عنصر الكاليسيوم كما يجب تناول الأغذية الغنية بالبروتين مثل البيض، الحليب، اللبنة والجبن أيضا الكربوهايدرات المعقدة مثل الموجودة في الحبوب الكاملة كما ينصح بالامتناع عن الموالح والمخللات ومن المهم جدا شرب كميات كافية من الماء وينصح بعدم قيام الأطفال بأي مجهود شاق خلال النهار أو التعرض لأشعة الشمس القوية خصوصا فترة الظهيرة والأهم يجب توقف الطفل عن الصيام فورا في الحالات التالية عند شعور الطفل بالتعب أو عدم استطاعته تحمل الصوم وأيضا في حالة تأثر صحة الطفل بأي عرض طبي من إسهال إنحاد أو دوخة أو غيرها إذن المشاهدين العزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم فحتى الملتقى لكم مني أجمل الأمان في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة